بمزيد من الحزن والتعاطف استقبل الشارع الإماراتي وخاصة الفني خبر ترجل فارس الفن الخليجي الكويتي ذائع الصيت عبدالحسين عبدالرضى بعد عمر مليء بالإنجاز والتميز نعزي الكويت وأهلها ونعزي أنفسنا بفقيد الأسر الفنية في الخليج سيد المسرح الخليجي بعدنان فنان القدير عبدالحسين عبدالرضى ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته احنا تعلمنا الفن وحبينا الفن من خلال بعدنان الله يرحمه تعلمنا التواضع في مجال الفن يعني التواضع سمه قل ما تجدها اليوم وخاصة بين الفنانين احنا لقيناها في عبدالحسين عبدالرضى وتعلمناها منه أنا شخصيا أحاول أسوي ولو واحد في المية من اللي كان يسوي عبدالحسين عبدالرضى لقد تركت وفاة الفنان المحبوب أبا عدنان أثرا كبيرا في نفوس أهل الخليج من محبيه وفي دولة الإمارات بشكل خاص بعد الوعكة الصحية التي ألمت بالفنان المحبوب والذي أسعد كل بيت خليجي وعربي وكانت العاصمة البريطانية لندن مشهد الختام على حياة فنان صرق القلوب وتعيد ملامح خديمة من شريط الذكريات لأيام مسرعيته الشهيرة باي باي لندن خسرنا الكثير مثل ما قالت ماما أنيسة في تلفزون الكويت بالأمس قالت احنا فقدنا ضحكة الكويت ونقول لماما أنيسة ونقول للكويتين احنا فقدنا وخسرنا ضحكة الخليج كلها عبد الحسين عبد الرضا كان يعلمنا شو يعني نضحك كيف يعني نضحك وليش يعني نضحك ما كان يقدم سفاف مثل ما اللي نشوفها نحن اليوم في الدراما والمسرح الخليجي كان يقدم فكر علشان شدي اتفق الجميع مثقفين واعلاميين وكبار وصغار على هذا العلم الكبير الاعلامي الكبير الفنان الكبير الذي اعطى للدراما والمسرح الخليجي الكثير وللثقافة الخليجية اكثر عبد الرضا صاحب شهرة العريضة اسعد الملايين بفنه كممثل كوميدي من طراز فريد وكأحد ابرز فناني الخليج حيث يملك رصيدا كبيرا من الاصدقاء والمحبين في دولة الامارات من يريد ان يحاول ان يعوض مكانه فليعمل مثل ما عمل عبد الحسين عبد الرضا ليجتهد مثل ما اجتهد عبد الحسين عبد الرضا ليكون متواضع مثل ما كان عبد الحسين عبد الرضا متواضع ليعطي ويقدم من روحه ومن راحته للفن علشان يعني يقول أني أنا حاولت أني أسوي ولو جزء بسيط من السوا عبد الحسين عبد الرضا ستين سنة من العطاء ست عقود من العطاء في المجال لا يستطيع أحد أن يعوض هذا الشيء أبدا هلأ نحن عندنا نجوم كتير حلوين عندهم إحساس حضرهم جميل بس ما بتخيل في حدا بيغطي غيابه كان له فعلا حيز كبير بهذه الشاشة كان له جمهوره كان له محبة العالم له كان يضحكنا نحن ربينا ربينا هذا العمر على شفته وعلى هذه الشاشة التي كانت تحبه ويقدر من خلال هذه الشاشة يوصل محبته للآخرين بين درب الزلق وباي باي لندن عشرات المسرحيات والمسلسلات والأعمال الفنية التي قدمها فناننا الراحل والتي نالت استحسان الجماهير قاطبة وهو الذي أسس فرقة المسرح الوطني عام ستة وسبعين ثم أسس مسرح الفنون عام تسعة وسبعين ومن أهم المسلسلات التي شارك فيها قاصد خير ومرمر زماني وحبل المودة والحب الكبير لتلفزيون الكويت ليث الزعبي دبي